اشتركوا في القناة يمثل حدثا رياضيا بارزا ويؤكد على مكانة البحرين في الرياضة والذي يحظى برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خصوصا وأن جلالته حريص على دعم ومتابعة الأحداث الرياضية التي تبرز اسم مملكة البحرين في مختلف المجالات وأعرب سمه عن تقديره للجهود البارزة التي يبذلها رئيس وأعضاء نادي قرطبة الأسباني بتحقيق الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة والهادفة إلى تأكيد مكانة النادي في كرة القدم الأسبانية ومختلف الرياضات مشيرا سموه إلى أن تواجد الشخصيات البحرينية في الأندية الأوروبية تؤكد المكانة والكفاءات الوطنية في المناصب العالمية والتي شكلت طفرة نوعية في الفترة الماضية مبديا سموه دعمه الكامل لرئيس وعضاء مجلس إدارة نادي قرطبة في مسيرته الرياضية وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن استحواذ الاستثمار البحريني على نادي قرطبة الإسباني يعطي البحرين دورا مهما في الرياضة ويعزز طموحات النادي في الوصول إلى تحقيق الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة في الفترة القادمة ويزيد من مكتسبات الخبرات والمهارات الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على الرياضة البحرينية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص مبينا سموه أنه حريص على تقديم مختلف أنواع الدعم للنادي الإسباني لتحقيق الأهداف المرجوة وأضف سموه أن تواجد مملكة البحرين في النادي الإسباني تعد مكسبا للترويج للمملكة ويحقق رؤية المملكة الاقتصادية للعام 2030 والتي تشدد على استغلال كافة الفعاليات والمناسبات الرياضية وغيرها باسم مملكتنا الغالية مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين سجلت العديد من الأرقام في الفترة الماضية بفضل تواجد الاستثمار البحريني في السوق الأوربي في الجانب الرياضي ومنها في فرنسا إضافة إلى احتراف عدد من اللاعبين في الدوريات الأوربية وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح لنادي قرطب الإسباني في الفترة القادمة من جانبه أعرب رئيسه وأعضاء مجلس إدارة نادي قرطب الإسباني عن بالغ شكرهم وتقديرهم إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه المتواصل ومتابعة سموه الدائمة للنادي مؤكدين أن هذا الدعم والتوجيه سيساهم في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة ترجمة نانسي قنقر